اشتركوا في القناة لأعظم القضايا طفل له مزايا لأعظم القضايا كأنصع المرايا يقدم الوصايا يقدم الوصايا كأجمل الهدايا طفل له مزايا لأعظم القضايا طفل له مزايا هذا البرنامج برعاية جوال زاد خدمة جوال زاد تزود تزود جوال زاد استراحة النفوس المطمئن جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة جوال زاد جوال زاد انلايتن يور لايف زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد يأتيك بفرائد الفوائد بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم الراصد والذين استضيفوا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع islam.ws وجوال زاد فباسمي وباسمكم نرحب به فأهلا ومرحبا بكم شيخ محمد حياكم الله أهلا ومرحبا بكم والإخوة والأخوات جميعا مشاهدين الكرام في هذا اللقاء نتحدث وإياكم مع فضيلة الشيخ عن موضوع أرق الأمم على مر العصور موضوع ما أن يحل بقوم حتى يجلب لهم الذل والهوان ألا وهو الفقر شيخ محمد الفقر رؤية شرعية لو أخذنا في بداية هذا اللقاء فكرة عن مستوى هذا العنصر في العالم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن الله سبحانه وتعالى يبتل عباده بما شاء في أنفسهم في أهليهم في أموالهم لحكم من يعلمها كما قال سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين مما يبتلى به المرء في دنياه ويعاني منه كثير من الناس في كل زمان ومكان الفقر والحاجة القضية الآن على مستوى العالم بسبب تخلف العالم عن تطبيق الشريعة وبعد الشريعة عن الواقع بسبب الظلم الذي حل في الأرض بسبب غياب عدل الشريعة الإلهية انتشر الفقر في العالم انتشارا عظيما إنه يهدد ملايين من البشر ويمثل الخطر الأكبر الذي يقود خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول العالم والأرقام تشير إلى تفاقم مشكلة الفقر على المستوى العالمي وإلى عجز العالم بدوله وهيئاته ومؤسساته عن استئصار الفقر والقضاء عليه بل التخفيف من حدته أو محاصرته إنه يزداد إنه ينتشر مع كل ما حدث في العالم من تقدم وتطور على كافة المستويات وإذا كان عدد سكان كوكب الأرض قد بلغ ستة مليارات من البشر فإن حوالي نصف سكان هذا الكوكب يعيشون تحت خط الفقر يعني بالتعريف العالمي أقل من دولارين في اليوم في حين يعيش نحو ربع سكان العالم في بؤس وفقر مدقع يعني أقل من دولار واحد في اليوم كما أكد ذلك مكتب العمل الدولي في تقريري عن أوضاع العمل في العالم كما هو موجود في موقع HDR.undp.org وأوضح تقرير الأمين العام المتحدة أن هناك 550 مليون نسمة في العالم يبيتون جياعاً كل ليلة في حين يموت 8 ملايين إنسان سنوياً جراء الفقر وطبقاً للمعلومات اليونيسيف فإن هناك 25 إلى 30 ألف طفل يموتون يومياً بسبب الجوع والمرض وهذا يعني وفاة طفل كل ثلاث ثواني و18 طفل يموتون كل دقيقة و10 مليون طفل يموتون كل سنة وقد توفي 60 مليون طفل من العام 2000 إلى 2006 كما جاء ذلك في موقع www.globalissues.org وكشف تقرير الأمم المتحدة أن سكان البلدان النامية والذين يبلغ عددهم 4 مليار 400 مليون نسمة يظل خمسهم يتضورون جوعاً في آخر النهار ويفتقر ثلثهم إلى مياه الشرب وربعهم حاجة إلى سكن ملائم ولا يرتاد خمس جميع الأطفال المدارس بعد السنة الخامسة من التعليم الابتدائي وهذه النسب تزداد ارتفاعاً ويتوقع أن يتضاعف عدد السكان الذين يقعون تحت خط الفقر في العالم إلى 4 مليارات نسمة خلال العقدين القادمين يعني سيكون ثلثي سكان العالم تحت خط الفقر كما عبر أحد المسؤولين العالميين بقوله العالم اليوم أصبح جزيرة أغنياء تحيط بها بحار من الفقراء شيخ محمد يعني ونحن نسمع هذه الأرقام يعني فعلاً تدل على خطورة هذا الأمر يعني على مستوى العالم بشكل عام نعم وإذا أردنا أن نتجي العالم العربي تحديداً فإن الحقائق الرقمية توضح أن أكثر من 103 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر من أصل 310 مليون نسمة عدد سكان عالم العربي كما نشر ذلك موقع عربية في أغسطس 2007 الخطورة أن عدد سكان عالم العربي وفقاً لتقديرات الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في القاهرة سوف يزداد بمقدار 150 مليون نسمة خلال 20 عاماً مقبلة وهذا ليس مشكلة بحد ذاته يعني وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها والعالم مليء بالثروات والخيرات التي جعلها الله فيه العالم مخزن مخزن يعني طعام كبير هائل جداً يكفي البشر كلهم لكن إذا كان في عدل ولم يكن فيه ظلم معدلات البطالة سوف ترتفع في العالم العربي رافعة معها معدلات الفقر مع وجود 10 مليون عربي لا يحصلون على الغذاء الكافي إلى جانب حرمان نصف سكان المناطق الريفية العربية من المياه النقية وعدم حصول ثلثي سكان هذه المناطق على الخدمات الصحية فقير في المجاعة لا ينام ومسكين ببؤس مستهام ومبخوس المعيشة فهو صب على علاته أبداً يلام ويفترش الثرى والناس ناموا على ريش الأسرة قد أقاموا نعم إذا ذكرت يا شيخ محمد أن هذا الكلام يعني ينبني على مسألة مهمة وهي العدل والبعد عن الظلم ولا شك أن هذا المبدأ من المبادة التي أسسها الإسلام حينما أتى فكيف ينظر الإسلام إلى هذا الموضوع موضوع الفقر طبعاً نذكر أن هذا ابتلاء يعني الشرع ينظر إلى الفقر على أنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وبعض الناس يظن أن الغنى تكريم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرماً وينظر إلى الفقر على أنه إهانة من الله للعبد وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقاً يعني ضيق فيقول ربي أهاناً والله قال كلا يعني هذا الظن باطل وكثير من الناس يظن أن ما أعطاه الله إنما هو لفضلي وكرمتي عند ربه وربما يقول لو لم أستحق ما أعطاني ويظن أن التقتير عليه لهواني على الله وهذا باطل وقد قال تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين وسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وكل من قدر عليه رزقه يعني ضيقاً فهو ابتلاء من الله وامتحان لينظر هل يصبر أم لا فيثيبه على صبره كما أنه يثيب الغني الشاكر على شكره قال عبد الله ويم الله ما هو إلا الغنى والفقر وما أبالي بأيهما ابتدأت إن كان الغنى إن فيه للعطف وإن كان الفقر إن فيه للصبر وذلك بأن حق الله في كل واحد منه مواجب لم يجعل الإسلام للفقر والغنى أثر في التفاضل بين الناس لا يقع التفاضل شرعاً أبداً في قضية الأغنياء والفقراء بهذا الميزان الدنيوي بل بالتقوى فإذا استويا في التقوى استويا في الدرجة والله يعطي المال من يحب ومن لا يحب ولكنه لا يعطي الآخرة إلا من يحب وقال عبد الله مسعود رضي الله عنه إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب فمن أعطاه الله فقد أحبه وهذا الحديث موقوف قد رواه أحمد وهو من قول مسعود رضي الله عنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر